كيف بدها تبلش رحلة العذاب في عملية التنظيف وهون رحلة صعبة وشاقة حتى فيه إيش منظف منه بيكون السعر دبل 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 في الأسوات لسه قول إنه عملية التنظيف مش مشكلة طالما إنه صار فيه متناول الأيدي بصراحة لكن الأهم هو إنه مكان وجوده كيف نقطفه ونتعرض للخطر خاصة في الأماكن اللي مثل ما ذكرت خالد إنها قريبة من المستوطنين أو مناطق التماس مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي اليوم الأفكار اتطورت اليوم حتى المشاريع صارت أكثر عملية بتسهل وتيسر على المواطن كيف نخلي العكوب اللي معروف بعلي اللي معروف إنه جبلي نخليه موجود حوالين البيت نخليه موجود في بيوت بلاستيكية فهون الفكرة الغريبة اللي أكيد رح تحدثنا عنها صاحبة مشروع زراعة العكوب الأستاذة رنى عبدالجبار كوع أهلاً وسهلاً بك أستاذة رنى يسعد صباحكم جميعاً يعني بداية صادرانا إيش الفكرة من خلال مشروع العكوب الرياضي اللي أنت بالفعل أطلقته الفكرة إنه أنا حبيت إنه أوطن العكوب عنا هون في بين أيدي متناول المزارعين والمستهلكين أجدني الفكرة إنه كنت أطلع على البر أسأل زوجي إيش هاض بحكي لي إنه هاض بزر العكوب خلال جولتي في البر جمعت بزر العكوب مرحلة وراء مرحلة جمعت كمية وزرعتها عندي في البيت بلشت معي من 2015 زرعتها في 2015 في 2016 طبعاً أنا ما قطفتها عشان العكوب يأخذ وضعه أنا زرعته في البداية بعلي ما رويته نهائياً في 2017 قطفته من خلال مسيرتي مع العكوب طبعاً أنا ما بعرفه نهائياً بس لما تزوجت أنا عرفت إنه هاض العكوب ومو متواجد على كل صفرة من البيوت الفلسطينية وأكلة تراثية مع أجدادنا فأجأ ومع الأيام والسنوات خلال ثلاث سنين هاضول فتحت على النت لكات المسرعة المشاريع الزراعية الريادية للنساء فقدمت المشروع لهم فأعجبهم وتم اختيار دعوتي لدورة تدريبية تكثيفية لريادة الأعمال وشافوا إن المشروع مجدي من هاي من هون بلشت مسيرتي أنا مع مسرات المشاريع الزراعية فعملت أيضاً طيب من خلال أوكي إنه كان في فكرة وقدمت لإلها طورت فكرتي أنا طورت فكرتي وكان هناك مؤسسات مانحة مثل هيومن أبيل والإغاثة الزراعية ومسرات المشاريع الزراعية أيضاً وأعطوني المشروع الحمد لله وأنا الآن عندي مجد العكوب هو الأول بفلسطين كل الاحترام طيب يعني أنت تدرجتي في موضوع زراعة العكوب زراعتي في الساحة حولين البيت وتقولي بدي أجرب إذا بطلع وشو الظروف اللي بيحاجي لإلها وما إلى ذلك لكن رانا يعني العكوب بده مية مطر بعلي بده جبل بده تراب معين ونروح هلأ نسمع إنها رانا بتحكي عن إنه زراعة العكوب في بيوت بلاستيكية شوي غريب مختلف شوان الأطوار مية في المية وظروف حتى خلينا نقول البيئة اللي بيطلع فيها هاي المرة مختلفة بده برد أيوة طب كيف في بيوت بلاستيكية أنا في البداية زرعته في صواني أنا ما زرعته خلصه تركته لأ أنا جبت مثلا يعني مثل شوادر الزيتون صفتهم فوق بعض بعد ما زرعتهم بس كنت انتبهه شغل كبل ما زرعته وضعته في التلاج لمدة أربعة أيام للحبوب عشان بيده برودي عشان اللب اللي جوات بزر العكوب يتحرك عشان بيده برودي بعد هالثالث أربعة أيام زرعته في الصواني جمعت الصواني فوق بعض وغطيتهم كمان لمدة ثالث أربعة أيام لحد ما شرش نتفي منتح يتبين تركتوا في الأرض صفتوا كل ياتوا على الأرض صار يطلع يشرش من تحت الصواني صار يطلع بعد هايك أنا رفعته على الطاولات كل يوم أنا بروي يعني مش كتير رذاذ المي صباحا ومساءا يعني ما بكتر على المي ونجح معاي تقريبا يعني من تحكي من خمس وسبعين ل تمانين تمانين بالمية وطبعا مش الجميع بنجح معا زرعات الحكوب صحيح من أول مرة من أول مرة بس أنا من خلال النت يعني درست الموضوع كثير ويعني لما تحبي شغلة أنت بتضلي وراها لحد ما تنجحي فيها طب أستاذ الران فعليا إيش بيفرق عن الوضع الطبيعي يعني هل منتوقع إنتاجية أعلى أو أنه تزويد للمزارعين بصورة أكبر من الصورة السابقة أسعد هي صحيح أنه شغلة العكوب بغالية بس في النهاية أنه المزارع حول مستفيد إنها اللي بدي يأخذ مثلا اليوم الشتلي بد هتضل عنده لمدة خمس سنين مستدام في الأرض لخمس سنين بيضل يكتف من هاي الشتلي تمام وأنا كمان زراعت في جوات بيت البلاستيكي على الأرض كيف بدي أشوف سرعة نموه على طريق التفتوف الرش صحيح كيف سرعة نموه في الداخل بيت البلاستيكي عن الخارج اللي بعلي في البر وكيف كان الفرق؟ كان ونجح عنده تمام والموضوع الحمد لله أنه العكوب كثير ممتاز عنده ومشاء الله عنه طب حكيتي أنه بحاجة لأجواء باردة بس في البيوت البلاستيكية بنعرف أنه بتكون شوب يعني حرارة بتكون أنا ما بتركه خلص إنه غطيت البيت البلاستيكي أنا بفتح بيت البلاستيكي كلياته على مدار اليوم يعني ما بيكون فعلياً بيت البلاستيكي مغلق عساس أنه يخض حرارة أنا بفتح بيت البلاستيكي كلياته ما بخليه مغلق قديش شفت المشروع كان تشارك بينك وبين زوجك على أرض الواقع في نقل الخبرات العملية والنظرية والعلمية بالفعل لإنجاح مثل هذا المشروع دي زاجي كان له دوري كبير معاي يعني وجه له تحية كثير لأستاذنا وضع الكوة ساعدني في الموضوع كثير ماستر تنمية موارد بشرية كمان وأنا تخص تنمية تنمية أسرية واجتماعية والحمد لله وساعدني في الموضوع كثير وبعدين أنا سألت الجنادي مشتر الجنادي برضو ساعدنا كل الاحترام ساعدنا وما خليت مكان يعني ولو سألت يعني لا وشكلك بصراحة أستاذر أنا درس الموضوع صح يعني لأنه أنت بتحب العكوب أكلة العكوب إزاك كثير العكوب معني ما كنت تعرفيه مع أني ما كنت أعرفه وما أكلته عند أهلي نهائيا بس صرت بتعرفيه وتعرفيه صارت موردة لطف الغربية هسا وبعدين حكيت لكم أني أنا بشتغل على بش بس على شكل العكوب أنا بشتغل فيه على ثلاث مراحل أنا بذوق أشتغل عكوب للمزارعين حتى يكون متناول لجميع المستهلكين والمزارعين طبعا لديك الظروف السياسية إحنا ما بيقدروا يوصل الأغوار الشمالية أو المناطق هاي المناطق سي محذورة طبعا حابة أخلي بين متناول المستهلكين ومزارعين وأيضا بدي أشتغل على تغليف وتعكيب وعندي آلتين أنا بشتغل عليهم تغليف وتعكيب وأيضا البذور عندي أرضي مساحة عشرين دونهم بدها زراعة يعني الشهر الجاي رح أبلش في زراعة عشان الأرض بتكون تمام وضعها بدي أبلش أزرعها وإن شاء الله خير أنا بدي يكون يعني أنه يكون في المتناول لكأي نوع من الخضرة موجودة على مدارسها حلو مش بس أنه مثلا في موسم معين أو أنه في مكان معين وصعوبة منعرف هذه الأمور كلها زي ما حكيت لكم في البداية بدي يكون في متناول أسهل وبعدها أنا مش بس بدي أسهل عليهم الموضوع كمان أنا بدي أخلق فرص عمل خاصة للنساء لأن هناك توفير فرص عمل لنساء عندما تكون أما تحكي عن المرحلة الثانية اللي حكيت أنه تغليف وتعكيب تغليف وتعكيب أش الفعليا لبسه أنه التفريز وتنظيفه طبعا أغلب موظفات عندنا مدرسات وهيكا ما بلحكوا أنا بنظف الهم إياه بدهم أفرز الهم إياه طبعا فرز الهم إياه في هناك طريقة للتفريز طبعا بالفريزر كل الاحترام يعني أكيد إحنا نتمنى لإلك النجاح بتشوفي إنه مثل إنه الواحد يركز هلأ دائما نشوف مشاريع لربما إخيار 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 بس حلو إنه فيه تغيير فيه تغيير وأنا أخذت يعني جرأة قوية لهيك مشروع كان عندي الجرأة الكافية أني أعمل هيك مشروع صحيح وهو بصراحة يعني هو مغامرة يعني خلينا نقول لكنها مدروسة كان فيه تعب كان فيه تعب في البداية وتغلبت شوية والحمد لله هينو طب البذور الأساسية اللي كنتي تجيبيها أستاذ رانا كانت مكلفة يعني كيف الأسعار بالنسبة للأسعار إنه تكاليف عليك للعكوب لا يقل عن كيلة 150 إلى 200 شكل الكيلو الوحدة وضمان النتائج حكايته من 75 إلى 80% لإلها تنجح في عملية الزراعة طب فيه أنواع للعكوب خاصة يعني بعد ما زرعته فيه مثلا اللي بنقول البلادي أو فيه ولا لا العكوب عكوبه خلاص يعني العكوب عكوب راح أطل أنا صحيح عملته عندي في المشتل بس راح يطلع بره بعد هيك راح يأخذ أول قطف منه عما لسه يعني هذا الشتل أنا راحكي اللي مش في البيوت البلاستيكية اللي في البيوت البلاستيكية أنا فيه عند حكيت لكم أن في البداية زرعت تقريباً دونوم هذه الساعة أني بقدر في مكان البنت البلاستيكي بس فيه حوالي أنا بقدر أني أقطف منه كمان كيف شايف يعني جودتها لحبة العكوبة يعني أو العكوبة نخب أول ما شاء الله نخب أول كل الاحترام وبالنسبة هلأ بتسعي أن تكون الزراعة أكثر عضوية يعني بتعتمد على الأسمد الطبيعية بتبعدي شوي عن أي مسمدات مثلا الكيموي وهذا الأمور لا لا أنا ما حطيت أي نوع بصورة الطبيعية آه بصورة الطبيعية والتربة الطبيعية كل الاحترام إيش نصائحك للنساء اللي عندهم القدرة والمبادرة كامثالك رنا الانطلاق ممكن في مشروع خاص حاليا أنت عمالك بتفكر بتطويره مرحلة أولى وثانية وثالثة فيه النساء عندهم أفكار بس شوي ما فيه خوف بدهم شوية دفع تشجيع وأنا بشجع كل مرأة عندها فكرة أو عندها مشروع قائم إنها تشتغل فيه وما تضيع الفرصة على حالها كل الاحترام وإحنا نتمنى لك التوفيق أستاذ رنا عبدالجبار كوع صاحبة مشروع الزراعة العكوب وبالتأكيد ضمن منحة مقدمة من الإغاثة الزراعية في بيت ليت تفضلي كل الاحترام لهم وبالتأكيد نتمنى إن شاء الله أن يكون موسم مليء بالخيرات ونخب أول مثل ما قالت